هاي القضايا الان الاسرائيلي باوج من باوج باوج زهوهي بالوقت الايراني والثورة الايرانية صار لها اربعين سنة راح تتم يقول معلمي يقينا هناك شيئا عجيب سيحدث يقول الايراني ثورة الايرانية اذا تمت الاربعين يحدث فيها شيئا عجيب والعنوني 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 ان لم يكن هذا الشيء يحدث وان لم اكن صادقا على هذا الاساس وهناك الله لكن الله سبحانه عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء عندهم والكتاب ان الامام الحج عجيب الله فرجه الشريف لن يدع محمد بن سلمان ان يكمل دورته لان قول علي بن عبدال الفصل لننتظر الطائرة والعاصفة التي قال لي معلمي عنها يقول ان محمد بن سلمان حينما قال امس ترام قبل يومين لو لا امريكا لم تجلسون على كراسيكم لمدة ساعتين هذا عيد خزي كفر جريمة ان تكونون اذلاء الهالدرجة يطلع ترام اللي تطون مليارات دولارات يحتقركم ويقول لكم اسمعوني يقول لكم لو لا امريكا لم تجلسون على كراسيكم ساعتين هذا ما نشر على قناة الجزيرة بالصورة والصوت ولذلك الان الخبل في ارض الحجاز مدمر هل هو قبل ايران بعد ايران ما اعرف معلمي ما يقبل اكون قضايا ما يقبل يقول زائدا الحوتيين اعطي الضوء الاخضر من امريكا عصرهم عصر وحينما نزلت القوات الفرنسية يقول معلمي هي امر بريطاني امريكي الماني لانه الفرنسيين معتهم عداوي الاتراك واخدعوا الامريكا والالمان والبريطانيين بنزول الجيش الفرنسي حتى اذا ما قاتلوا الفرنسيين الاتراك ينزلون شوف التاريخ رجع من جديد لان الفرنسيين كانوا محتلين سوريا وعتهم يعني عملاءهم وعتهم الناسهم من زمان بسوريا اشتركوا في القناة